السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما قلت لكم في السابق أو قبل شوية أنه سبب وجودي في مدينة الخبر وفاته عمي أخو الوالد رحمة الله عليه فقلت مناسبة أني يعني أعطي نظرة وأعرفكم معايا على عادات العزاء وطريقة العزاء عندنا طبعا أنا في مدينة الخبر والخبر في مدينة في المنطقة الشرقية من السعودية الخبر مدينة كانت صغيرة لكن مع وجود البترول وشركة أرامكو والشركات الأخرى استقطبت ناس كثير من جميع المدن تجنقب المملكة شمال المملكة غرب المملكة وسط المملكة فبالتالي سأر فيه يعني خليط من العادات والتقاليد طبعا نحن اللي هو أنا وطبعا أعمامي وكذا نحن من مكة ورحمة الله عليه جاء من مكة إلى هنا واشتغل وتوفى هنا فبالتالي آآ طريقة العزاء عندنا يعني أقرب إلى العادة في عند مكة عند أهل المكة فالآن أنا حقول لكم طبعا مع الوجود للاختلاط وكذا لازم تأثر بعض العادات يعني فحقول لكم أشياء المتشابه وأشياء المختلف من الآآ مع عادات أهل مكة وزي كده أوكي خلوكم معاي بس طيب أولا آآ من عادات أهل مكة فرش الأرض بمفروشات آآ العادة تني تم رص الكراسي هذه الكراسي طبعا آآ العادة أنا أتكلم عن عادتها هل مكة آآ يبدأ العزاء بعد صلاة المغرب وينتهي مع أدان العشاء ثلاثة أيام بعد وفاة الميت آآ بعد صلاة المغرب يجو المعزين ويجلسوا في الكراسي هذه آآ أوكي يجلسوا في الكراسي هذه اللي انتوا شايفينها آآ ويتم هنا وضع كراسي أخرى صف كراسي هنا يجلس فيها ما يسمى صف العزاء صف العزاء اللي هو مين اللي هم من يتلقى العزاء في آآ المتوفي رحمة الله عليه في المتوفي آآ رحمة الله عليه آآ أقارب أخوه ولدو أبوه يعني زي كده الآخرih هنا فهذا زي كده. طبعا زي انتم متشافين في خيمة. الخيمة هذي مش من عادات اهل مكة. اعتقدين اللي وجود احيانا وقت الشتاء يعني يكون برد او شي زي كده. فمن عادات اللي عزل الهواء احيانا يكون الهواء قوية او شي زي كده. فاعتقد زي كده يكون اه لذلك يعني عملوا هذا الخيمة. اه اللي شفته هنا بتم العزاء يعني قبل صلاة المغرب بعد صلاة العشاء يعني الموضوع مفتوح شوية. يعني هنا في الخبر. هذي الاكيد يعني وضحة الاختلافات والمتشابهات في الهواء. طبعا اه اللي بيجي عزي اه يشرب اه ما انتم شايفين هناك قهوة يعني يتم اه تضيفه. هو مش اضافة يعني ضيافة ان ما من باب الواجب يعني قهوة او شاهي. اه طريقة العزاء. اه هنا هنا برضو مختلفة عن اهل مكة. اه في عادات اهل مكة طبعا يجي المعزي بيجلس في احد الكراسي هذي. يتناول اه يعني قهوة او شاي. اه يجلس يعني ما شاء يعني يجلس خمس دقائق او ما هذا. ثم يتوجه الى الصفة العزاء هنا. هو يعزي. اه يضع يده اليمنى على كتف المعزي او اهل الميت يعني المتوفى. يقول له معظم الله اجركم. هو يرود عليه يقول له جزاك الله خير. والواحد والاخر وكذا. اه اللي شفته هنا. اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتنا في المطار. ان شاء الله يكون الصوت واضح. انا براجع الفيديوهات في اه fi المطار الراجع خلاص على على جدة. لاحظت انو الفيديوه personagem خاص اب بالعزاء ما كمل. ما بعرف ليش ما كمل. انا كنت ا انا اكملككم السرح طبعا انوقفت على طريقة العزاء اللي في اه مكة. وبعدين اه هم اه هنا في الخبر طبعا زي ما اقول لكم في عادات وتقاليد مختلفة في مختلفة المناطق. آآ فنتيجة الاختلاط فبتتأثر العادة نفسها ما بتجلس زي ما هي. فلقيتهم هنا ايش يجوا اول ما يدخل يروح معزي الناس. يسلم على يدهم يعني يسلم يتصافح. ويقول له عظم الله اجركم. ويروح يجلس في الماء في الكراسي اللي قلت لكم عليه. للأسف انا ما انتبهت للفيديو ولا كان يعني كان الشهر حافظل. انما انتو ده حربط الفيديو ده بده. وحتعرف الفرق. اجلس شوية ويشرب اه اتناول القهوة او الشاي. وهو خارج يقول اه احسن الله عزاكم يا جماعة ويمشي. فهي عادات وتقاليد. بس حبت اضيف الاضافة دي لانه ما بعرف ليش اتمسحت في الفيديو. اه الله ارحم موتانا وموتاكم. اه بتغمدهم بالرحمة. وان شاء الله يجمعنا الله وياهم في الجنة. وفي جنات عدن. وليس بذلك على الله وعزيز. السلام عليكم.